كل شغلنا الحقيقة الفترة الأخيرة كيفية السيطرة على الزيادة في الأسعار وبالذات أسعار الغذاء أو المنتجات الغذائية والحقيقة يمكن التقيت مع كل الزملاء اللي موجودين وعلى الأخص طبعا لأن الموضوع ده بالذات يعني إحنا بنقدر تماما دور القطاع الخاص المصري الوطني ودايما هو بيقف مع الدولة المصرية في كل الظروف يعني الظروف العادية وأيضا في الأزمات وله مواقف وطنية كثيرة جدا على مدار الفترة السابقة فالحقيقة كان شغلنا الشاغل مع كل زملائنا من اتحادات الغرف والتحاد الصناعة إن إحنا إزاي ندخل نستهدف مجموعة السلع الرئيسية وإن إحنا نعمل فيها خفض حقيقي في الأسعار يلمسوا المواطن المصري فعشان كده الحقيقة كانت هناك مداولات ويعني الحقيقة هم عرضوا علينا إيه هي المبررات اللي بتؤدي إلى زيادة الأسعار وبعض الحاجات كانت فيه طبعا الأساس هو كان جزء من المشكلة هو يعني نظرة العرض أو عدم توفر العرض الكافي من السلع سواء في صورة مواد خام أو مستلزمات إنتاج بالذات للسلع الغذائية وإن هما طلبين إن يكون هناك إتاحة أكبر من توفير العملة الصعبة لهذه السلع بالذات علشان يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي أيضا تخفيض السعر طول ما المعروض بيزيد كل ما السعر حيقل لكن الأهم كان هناك أيضا عرضوا علينا إن هناك بعض الإجراءات للدولة المصرية يعني بعض الجهات في الدولة يعني بتطبقها بتؤدي إلى زيادة في الأسعار وبالتالي يمكن إحنا قعدنا على مدار الساعة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك مع وزارة التجارة والصناعة في الهيئة العامة على الرقابة على الواردات والصادرات وزارتي التموين والزراعة في عدد من الإجراءات وأيضا البنك المركزي في إجراءات الاعتمادات وإزاي سرعة تسهيل الإجراءات وتسهيل الإجراءات لفتح الاعتمادات وكانت يمكن أيضا اللي قعدنا مع معالي وزير المالية وأيضا معالي وزير النقل كان على موضوع الغرامات والأرضيات اللي بتفرض على الشحنات اللي بتيجي في المواني وبرضو حطينا الحقيقة آلية مع بعض توافقنا عليها وبالاتفاق مع الرجال القطاع الخاص ورجال الصناعة بحيث برضو تيسر لهم الإجراءات في الفترة الجاية